عادي خبر مهم جداً يعني قبل ما هطلع للفاصل أو خبرين مهمين جداً لنادي الزمالك إن فيه أزمة فعلاً ما بين نادي الزمالك ومصطفى محمد واللعيب عايز يحترف ونادي الزمالك مصر على إن اللعب هيحترف آه لكن بعد دوري أبطال أفريق طبعاً ده كان وعد من خلال نادي الزمالك للعب مصطفى محمد لكن أما نيجي نفكر اللعب عايز يحترف في التوقيت ده التوقيت ده عشان القوائم في أوروبا بتقفل يوم 5 أكتوبر فبالتالي لازم يمضي في التوقيت ده ولازم يبقى متواجد ويتفق على العقود والاحتراف في الوقت ده عشان يرحق ناديه يبتدي أو النادي الجديد في أوروبا يبتدي يأيده قبل 5 أكتوبر وبالتالي الأمور بالنسبة للمصطفى محمد صعبة لأن دوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر ولو النادي الزمالك كامل الأمور هتستمر حتى نوفمبر أو النوفمبر فبالتالي الأمور صعبة جدا وبالتالي في أزمة فعلا ما بين نادي الزمالك ومصطفى محمد في فكرة الاحتراف والبقاء في النادي الزمالك ده يمكن خبر كنت حابب أقوله قبل ما طلع